مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب نشجعكم على التواصل معنا ونشجع أيضاً نحن نستقبل مداخلاتكم وأيضاً تعليقاتكم وأسئلاتكم المباشرة وموجود على الشاشة بيكون دايماً التليفونات اللي يمكن تتصلوا من خلالها معنا موضوع حلقة النهاردة هو صلب المسيح والوثائق الرومانية وإحنا دي الحلقة رقم 12 في ردنا على كتاب الدكتور منقز هل افتدانا المسيح على الصليم واللي بيحاول فيه الدكتور منقز بيشتط طرق أنه يطعن فيه تاريخية صلب المسيح بالهجوم على الكتاب المؤدس وبمحاولة أنه يأتي ببراهين من جوة كتاب المؤدس مع أنه الكتاب المؤدس هو شهد الدكتور منقز وقال أنه في أصحاحات كثيرة وبتفاصيل كثيرة تحدثها عن صلب وموت المسيح وقيامته لكن لأنه ما عندهش أي دليل من القرآن ولا السنة يقدر يأتي به لكي ما يؤكد القصة أو الرواية الإسلامية بيروح فين؟ يروح للكتاب المؤدس عشان يهاجم للكتاب المؤدس في تفاصيله الكثيرة وبعدين بدأ بعد كده أنه يكلمنا آه التاريخ التاريخ غلطان التاريخ اليهودي والمؤرخين اليهود غلطانين وبما فيهم يوسيفوس وكلمنا عنه الأسبوع اللي فات والتاريخ أيضا الروماني والمؤرخين الروماني اللي أنتوا بتعتمدوا عليهم دول طلعوا أيضا ما نقدرش نعتمد عليهم وده اللي هتكلم عنه النهاردة لكن قبل ما نتكلم عن صلب المسيح وموته في الوثائق الرومانية خلوني أشارك معاكم بعض التعليقات اللي بيكتبها الإخوة المتابعين للبرنامج على صفحتنا سواء صفحة عبر الكتاب أو صفحة قناة الحياة أو الصفحات الأخرى أخذ بس أكثر من يعني كذا تعلي وأكلم عنهم قبل الحلقة من تعليقات المشاهدين محمد عبدالله بيقول إيه؟ بيقول لي أنت فقد بتسرد سردا اللي أنا بقدمه هو ورعا سرد الشيخ منقز بيستخدم مراجع معروفة لديكم أما أنت فقد تسرد بدون أي منهجية علمية وأنا يعني أنا باستغرب أنا لما قلت أنه كتاب الدكتور منقز الدكتور منقز لم يسجل في كتابه مرجعا واحدا مسيحيا المراجع التي سجلها في نهاية الكتاب 24 مرجع إسلامي المرجع الوحيد اللي اعتبره مسيحي هو الكتاب المؤدس لكنه لم يرجع إلى أي مرجع مسيحي آه بييجي جوه الكتاب ويقول لي اللهوتي الفلاني قال طب فين قال إيه؟ طب اسم الكتاب إيه؟ طب صفحة كام؟ طب إيه الاقتباس المباشر اللي أنت بتقدمه هنا؟ ولا حاجة ولا حاجة وشفنا أنه اقتباساته في مجملها فابريكيشنز أو غير حقيقية أو اقتباس مش في محله حتى اقتباسه من يعني الإسبوع اللي فات كلمنا على الملمن ومش ملمن وجبنا كتاب ملمن حتى ترجمته لي عنوان كتاب كانت ترجمة غير حقيقية فمن هنا اللي بيكلم بموضوعية وبمنهجية علمية الدكتور مركز اللي الذي لم يسجل في كتابي لاحظت فوت نوتس ولاحظت أيضا بيبليوجرافي في نهاية الكتاب ولا سأداني الصفحة ولا الداني الناشر ولا داني اسم الكتاب بالإنجليزي ولا داني حتى اسم الكاتب بالإنجليزي عليك أن أنت تخمن وتشوف إزاي تكتب الاسم بالإنجليزي وتطلعه طيب تعليق آخر بيقول لي بيقول طيب ما تطلب تنظره وتخليك شجاع وفرصة وريق أخطأه يعني أنا فكرة المناظرة دي بصراحة لا بتقدم ولا بتأخر وأنا باعتبرها واجب من وجهة نظري مضيعة للوقت الراجل كتب كتاب ونشره اسمه هل افتدان المسيح على الصليب هذا الكتاب منشور وهذا الكتاب تم توزيعه وهذا الكتاب موجود في كل البلاد العربية وأكثر من هذا موجود على النت فمن حقي أنا كمسيحي أني أقوم بالرد على هذا الكتاب فأنا مش بفتري عليه ولا بطلع اقتباسات يعني بعيدة عن القرينة أنا واخد الكتاب جزء جزء وبرد على هذا الكتاب مش بحتاج أن أنا ناظر كويس أنا برد عليه وهو عنده الحرية الكاملة في برامجه وفيديوهاته إنه يرد على اللي أنا بقوله وحضرتك والمشاهدين يقدرونهم يسمعوا ويحكموا حاجة المشاهد التالت أو التعليق التالت بيقوله إذا قال لك من تثق في كلامه مئة مئة بالمئة أنه لم يصلب فوجب عليك التصديق أنا هو بيتكلم على القرآن يعني إن القرآن قال إن المسيح لم يصلب وبعدين نحن نثق في كلامه طب على أي أساس بتنثق في كلامه على أي أساس ما هو مدلكش دليل ومدلكش برهان وما قدملكش أي برهان منطقي أو تاريخي على أن المسيح لم يصلب هو قال لك المسيح لم يصلب هتمشي كده من غير أي دليل هتقفل تفكيرك وتقول خلاص مدام هو قال يبقى خلاص أنا أصدقه لا طبعا على فكرة الله بيحترم عقلنا لأنه هو اللي خلقنا كائنات عاقلة مفكرة والله حتى في كتاب المؤدس قال هلما نتحاجج تعالوا نتتكلم ونتحاجج يقول رب فما يجيش القرآن بعد ستمائة سنة من الحادث ويقول لي أن المسيح لم يصلب وعلي أنا أن أنا أصدقه بدون أي دليل وبدون أي برهان ده اسمه تغييب للعقل وليس تفعيل للعقل أنه لم يصلب فخلاص لم يصلب لا نحتاج إلى منقذ يعني هو حتى بيقول لي أنا مش محتاج لمنقذ ولا ما يقدم منقذ السقار هو كمسلم يعني ولا غيره ليثبت ذلك المشكلة أنكم بتصديقكم أنه صلب تتعانون في ألهيته ألهيته حضرتك طبعا لا فاهم يعني إيه التجسد ولا فاهم يعني ألهية المسيح ومجرد عبارات وأكلاشيهات بتقولها دون فهم للأسف طيب أجي للتعليق الأخير بيقولي الإنجيل نفسه يشهد بعدم صلب المسيح حيث يروي يعني يسجل الإنجيل أنه نزل دم وماء بعدما عنه الجنود الرومان بحربة بعد أن يزوله من على الصليب أو حتى العربي بتاعه يعني عربي مكسر أولا خروج الدم والماء من المسيح ده برهان على أن المسيح فعلا قد بات فالشخص المسلوب قبل موته بسبب سرعة خفقان القلب بتتجمع بتتجمع بيبقى عنده نقص حجم نقص في الدم وتجمع سوائل حول القلب سوائل بتتجمع كلها حوالين القلب وحوالين أيضا الرئة وده اللي بيسموه ارتشاح القلب أو الارتشاح البلوري اللي هو بيصيب الرئتين وأي طعنة في هذا الجزء بينزل هذه السوائل الدم والماء ده دليل على أنه المسيح هو الذي صلب ده دليل على أنه المسيح هو الذي مات وعدين يقول لي وكذلك العهد القديم نفس اسلوب منقذ السقار وكذلك العهد القديم يقول وفي جيله من كان يظن أنه مات أولا الآية غلط والاكتباس غلط لا توجد آية اسمها وفي جيله من كان يظن أنه مات ما تجد هاج دي الآية بتقول في أشعياء 53 وعدة 8 وفي جيله من كان يظن أنه قطعة من أرض الأحياء بمعنى إيه بمعنى أنه لما يموت هتنتهي سيرته ولا يكون له وجود لكن ما بتقولش إنه ما بتقولش الآية وفي جيله من كان يظن أنه مات لأنه اللي يظن أنه مات هو عايز أولي شبها لهم ظنوا أنه مات أما هو فلم يموت ارجع للكتاب واكتبس الآية صح وافهمها وبعدين أبقى اكتبها في التعليق لما تعلق على حلقاتنا طيب أرجع إلى تعليق الدكتور منقز على الوثائق الرومانية بيقول لنا إيه الدكتور منقز بعد ما نكلم عن يوسيفوس وشوفنا الحلقة اللي فاتت وردينا على الجزء بتاع يوسيفوس يقول لنا إيه الدكتور منقز ولكن المؤرخ خلوا لكم عن التعبير لأنه مهم جدا ولكن المؤرخ الوثني تاسيتوس هو بيقول لنا ليه المؤرخ الوثني هو أولا أول حاجة بيعملها زي ما احنا بيقول يعني يعني بيخليه بيخليه شخصية غير موثوق فيها مدام هو الوثني يبقى أولا تسمعوا الكلامه لأنه ده وثني وبما أنه هو وثني فمش هيقول حاجة كويسة ده رجل شرير وحش طيب أخذ مداخلة بعدين أكمل تعليقي على هذا الجزء ألو ألو أنا على الهوى معاك على كده أيوة الأخ جيرجيس أهلا بيك أيوة أهلا بيك أنا من رأي أنك أنت تجمع كل اللي قلته في الحلقة دي وتعمله في كتاب الرد على منقز السقار حاضر بعد كده أنا شايف أنه منقز السقار اللي بيقول أنه معاه شهاد الدكتوراه هو بكده بيوسيء للشهادة اللي هو حملها لأنه معروف أنا وأخذ ماجستير أنه لما تعمل رسالة وتقدمها لازم تكتب في الفقرة اللي أنت مقتبسها صح الفقرة دي مين جاهلها وإن هي كتاب أو إن هي مجلة وفي صفحة كام علشان وبعد كده توثقها صح في البيبلغرافي اللي في آخر الرسالة وتقول أن أنا خدت الجزء ده من الرسالة الفلانية سنت كذا علشان تبقى مرجعية طبعا إنما هو على كده يعني مش مش أختصار أنه زي ما كان يظن أو زي ما هو مفهوم أنه قال كذا 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 لا مش هي المنطق العلمي والرسالة العلمية هو كده بيعر الجامعة اللي دي توق الدكتوراه أنا معرفش مين أكيد من الأصهر أو أم القروين ما يكونش مين الجامعة محترمة تدي له شهادة زي الدكتوراه طبعا أنا رأيه كده ويريد تعمل الكلام اللي قلته ده في التاب هو صدني فيك كاب اسمه من هو المسيح المسيح من هو كتاب 520 صفحة أنا كتبه عن شخص المسيح فيه فصل كبير عن الصليب وبرهين الصليب لكن فكرة تجمعها والرد على الكتاب بكتاب موجه يعني I will consider it زي ما حضرتك بتقول إنه أي بحث علمي ما فيش بحث علمي من غير توثيق بنسميها documentation يعني ايه documentation أو إنه أي اي اقتباس مباشر أو غير مباشر يعني ايه مباشر المباشر إن انت واخده كلمة بكلمة كويس ولو واخد أكتر من ثلاث سطور بيتحط بطريقة معينة في البحث بتاعك كويس لكن لو انت واخد الفكرة واخد فكرة من كاتب مش بتاعتك انت خدت الفكرة بس أسغطها بتعبيرك انت وبمفرداتك انت الفكرة دي ايضا مش بتاعتك لازم توثقها ده بنسميه الاقتباس الغير مباشر وبعدين تكتب بي footnotes وممكن تستخدم اي اسلوب علمي سواء tribions أو MLA styles أو اللي بيعرفوا في البحث العلمي عارفين كويس اوي الاساليب دي وبعدين توثقها في الاخر فيه بيبليوجرافي في الاخر انما انت الكتاب مفهوش الكتاب مفهوش فاضي ويقول لي فلان قال واللهوتي الفلان قال وأندرسون قال وبيترسون قال طب فين قالوا فين انا دلوقتي عايز ادور عليها اجيب اللي قالوا الراجل ده اجيبها منين ودائرة المعارف البريطانية قالت قالت فين دائرة المعارف البريطانية انا همسك امسك اقرف انهي جز انهي سيكشن انهي تحت انهي حرف تحت انهي اسم انهي فوليوم مفيش زيرو انا بقول لو طالب عندي يقدم للبحث دو انا من اول نظرة لي برفضه لاني بعتبره غش بعتبره عدم امان علمية ودايما نقول للطلبة مفيش مشكلة انه حتى نص الصفحة تبقى مليانة كلها هوامش لانه دا بيقول على ان انت بزلت مجهود وبحست لكن نيجي هنا مثلا هنا مثلا بيكلمنا عن عن تاست المؤرخ الروماني ولكن المؤرخ الوثني الدكتور مونكس ما بيكتبش حاجة وخلاص الدكتور مونكس كاتب الكتاب ده لانه موجهه الى الى فئة معينة اولا موجهه للمسلمين وعدين موجهه الى عامة المسيحيين كويس لكي ما يشكك في ايبانهم فلما يقول لك المؤرخ الوثني على طول وانت بتقرأ هو ليه حط المؤرخ الوثني ما هو مؤرخ يعني انت لما نهارد تقتبس من من افلاتون لازم تقول افلاتون الوثني لما بتيك تدرس فلسفة لازم تقول اريستو الوثني لا انت مالكش دعوة بي ديانتو ايه انت لك دعوة باللي هو قاله ايه لكن الى ان الدكتور منكس حدفه انه يطعن في مصدقية هذا الكاتب ولانه هذا الكاتب كتاباته خطيرة جدا وبتؤكد صلب المسيح فهو يريد ان يطعن فيه من البداية وعش كده حطلنا كلمة ايه الوثني اوعد تصدقوا كلامه دراج الوحش دراج الشرير دراج الغير مسلم دراج ال كان يعبد الاوثان فكلامه ما تخدهش على انه له مصدقية ده الغرض بتاعه فيقول لنا ايه ولكن المؤرخ الوثني تاستوس كتب عام مية وسبعتاشر كتابا تحدث فيه عن المسيح المسلوب اسم ايه الكتاب اللي تحدث فيه عن المسيح المسلوب اسمه ايه عنوانه ايه انهي جز تاستوس كتب الحوليات كويس ودي حوالي تلاتين فوليوم تلاتين جز غطى فيها تاريخ روما انهي جز طب اسمه بالانجليز ايه الكتاب دوا ما ممكن انا هلقيه طبعا لانه هاي بقى مترجم بس اقول لي اسمه ايه يا دكتور منقز لكن لا 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 كتاب ليس له اسم وليس له صفحة وليس له اي فوتنوت تقدر او هامش في الكتاب بتاعه تقدر ترجعه ولكن المؤرخ الوثني تاستوس كتب عام 117 كتابا تحدث فيه عن المسيح المسلوب ماشي بصوا بقى مش يجيب الاقتباس لا ما يجيبش الاقتباس مش يجيب الفقرة اللي قالها تاستوس عن المسيح لا لا ما يدرش يجيبها هو يطعن فيها بس ما يجيبهاش لانه مش عايزك لانت ولا انا نبص ليها ونقول الكلام اللي بيقوله الدكتور منقز لا يتماشى مع الفقرة دي بايس وعند دراسة ما كتبه تم تقول لنا ما كتبه عشان نبقى معاك على نفس الصفحة انا عايز بس اواريكوا قد ايه الطريقة العلمية اللي متبعها الدكتور منقز في اقتباساته وفي ابحاثه وعند دراسات ما كتبه مين اللي درس انت اللي درست ولا غيرك اللي درس ولدي اراء علماء طب مين هم طب قالوا ايه طب اسم الابحاث اللي نشروها ايه طب المراجع دي موجودة فين مفيش زي احنا الابيض مفيش وعند دراسة ما كتبه تستوس يتبين يتبين لمين ليك انت ولا دي كونكلوجين وصل اليها علماء يتبين ضعف الاحتجاج بكلامه از هو ينقل اشاعات ترددت هنا وهناك بجد يعني الواحد مش عارف يقول ايه اولا لنت جبت الاقتباس اللي كتبوا وقالوا تستوس ولا احترمت عقول القراء وقلت لهم ان تستوس قال العبارة دي بس انا بعترض وبقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والعلماء ايضا الفلاني والفلاني 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 قالوا كذا ودي كتبهم ودي مراجعهم مفيش يتبين ضعف الاحتجاج ازاي حكمت على انه ضعف الاحتجاج بكلامه وبعدين ازاي حكمت على انه ينقل اشاعات تستوس يعتبر واحد من اعظم المؤرخين الرومان لحد النهاردة يعتبر واحد من اعظم المؤرخين الرومان از هو ينقل اشاعات ترددت هنا وانا كعايز اقول انه ايه اللي كتبوا تستوس ما كانش دوكومنتري توثيق لتاريخ ما كانش ده هو ايه الراجل سمع هنا وسمع من هنا فكانت اشاعات وكتبها وكأنه وكأنه رسول الاسلام اللي سمع تعاليم خاطئة وراح كتبها من غير ما يبحث ومن غير ما يعرف انه ايمان المساحيين على مدار ستمائة سنة موثق تاريخيا بان المسيح قد مات صلبة ومات عرفت منين انه انه هو جاب اشاعات ترددت هنا وهناك طب تعرف تعرف اتقال علي هارجع هاروح لدائرة المعارف اللي انت دايما بترجع اللي ناليا اللي هي بالنسبة لك يعني منزلة هاروح لدائرة المعارف البريطانية دكتور مونكس قاليني ماذا تقول دائرة المعارف البريطانية عن تاستوس يعني لو رحتوا الى صفحتها كويس وكتبتوا في السيرش اسم تاستوس كويس هيجيلكوا كل المعلومات اللي محتاجين تعرفوها عن هذا المؤرخ رومان اول جز وهو بيكلمني هنا عنه كويس بيديني اسمه الكامل بيقول لي انه اسمه بابوليوس كورنيليوس تاستوس كويس واتولد سنة 56 ومات سنة 120 اهو هنا في الجز كويس وبعدين بيقول لي ايه بيقول لي حاجة مهمة جدا وانا ترجمته هنا بيقول لي عنه انه هو خطيب روماني وهو كان واحد عضو في مجمع السنة الرومان المجلس الشيوخ الروماني خطيب روماني وموظف عام is a public official اللي هما منتخبين او المختارين اللي هما بيشتغلوا مع الحكومة اللي هما ممثلين عن الشعب probably زي ما بتقول دائرة المعارف البريطانية probably غالبا يعتبر اعظم مؤرخ دا دائرة المعارف البريطانية ما بتقول ليش انه هو اللي كتبوا دي اشاعات جابها من هنا وهنا لا 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 بتقول لي عنه انه هو اعظم مؤرخ وواحد من اعظم من استخدم اسلوب النث في الكتابة باللغة اللاتينية او يا دكتور منكز probably the greatest historical historian and one of the greatest prose stylists who wrote in the latin language انا معرفش بترجع للحاجات دي ولا بترجع لها ايش بترجع بترجع لها ولا لا دا دي شهادة دائرة المعارف البريطانية عنه مش ان الراجل بيردد اشاعات طيب ناخد مداخلة اخرى نكمل الاخ جيرجس hello طيب الخط وقع اوكي فدية دكتور منكز طيب ايه بقى من اين استقى تاستوس معلوماته هل هي اشاعات زي ما بيردد الدكتور منكز ما الدكتور منكز قال لي انه هو بيجمع اشاعات زي ما قال لي هنا بص شوف الدكتور منكز قال لي ايه هو ينقل اشاعات ترددت هنا وهناك حرام عليك يا دكتور منكز من اين جبت المعلومة دي ده كله علشان تطعن فيه وفيه مصداقيته فلما الناس تقرأ عن كلامه عن المسيح المسلوب ما يصدقوش طيب تعال نروح لدائرة المعارف البريطانية ونشوف من اين استقى هذا المؤرخ التاريخي معلوماته ما انا النهاردة لو حبيت اكتب عن حرب تلاتة وسبعين من اين اصدقي معلوماتي هجبها منين هل هجبها من اشاعات ولا هجبها من مصادر معتمدة عشان يطلع كتاب تاريخي محترم علشان يطلق علي فيما بعد المؤرخ العظيم واحد من اعظم المؤرخين الرومان نرجع هنا لدائرة المعارف البريطانية يا دكتور موركس تحت ايضا تستوس وتحت عنوان sources of the cities المصادر اللي استخدمها في كتابته للتاريخ ما هي المصادر استخدم ايه يقول هنا كان قادرا على الاعتماد على السجلات التاريخية السابقة يعني مش اشعاد ده راجل ترجع للسجلات التاريخية السابقة التي تحتوي على مواد من السجلات العامة والتقارير الرسمية والتعليقات المعاصرة كما انه رجع الى سجلات مجلس الشيوخ والجريدة الرسمية يعني مش اشعاد ده وهو بيكتب رجع الى السجلات اللي تكتبت عن جاستس اللي تكتبت عن نيرون اللي تكتبت عن دومتيان اللي تكتبت عن القياسير دول رجع لسجلات الاوفيشالي اللي تكتبت عنه السجلات الرسمية اللي موجودة في القصور الملكية ولموجودة في مجلس الشيوخ اللي هو زي مجلس الشعب يعني رجع اليها ما كتب ش من دماغ فعش كده لما ييجي يكتب عن المسيح وعن ما حدث يبقى ليه مصداقية مت زي ما حضرتك هنا بتشوه مصداقيته علشان تخدم غرضك وكأنك بتقول القارئ او عتصدق اللي بيقوله تستس عن المسيح ما تصدقهوش دراجل وحش دراجل وثني سأعتقد الدكتور منكز اي واحد بيقرأ كتابك ولو بيحب البحث والتنقيب هيكون شكلك وحش قدامه نرجع الى كيرنيليوس تستوس ولد زنة ستة وخمسين زي ما قالت لنا ايضا دائرة المعارف البريطانية وخدم كعضو في البرلمان الروماني في فترة حكم القيصر فاسبيان لقبة وده اللقب الرسمي على فكرة وهتلاقي في كل المراجع وفي كل دوائر المعارف العامة اللي مكتوبة بالانجليزي والمكتوبة بالالماني والمكتوبة ب دائرة المعارف اللي مكتوبة لو كتب عن هذا المؤرخ هتكتب عنه انه هو لقبة بانه مؤرخ روم العظيم مؤرخ روم العظيم ومن اشهر اعماله كتبان بس خلوني قبل ما اتكلم عن الكتابين دول ناخد الأخ من سوريا الأخ جورج من سوريا مرحبا أهلا وسهلا بك أنا عندي مداخلة بسيطة كتير أهلا أخ جورج الدكتور منقذ السقار منقذ السقار يحاول انكار حادثة صلب المسيح في القرآن حادثة الصلب حدثت لكن الاختلاف في شخص المسلوب لا أعرف لماذا يريد انكار حادثة الصلب نهائيا منقذ السقار ينقر القرآن يعني القرآن لم ينكر انكر الشخص المسلوب أن يكون هو المسيح ما هو ده فهي مداخلة بالتقاطة ده اللي قاله يا أخ جورج الأسبوع اللي فات لما أكلم عن لما أكلم عن يوسيفوس آه هذكر حضرتك لو خليتك معايا بس دي واحدة أذكر حضرتك بلي قاله عن يوسيفوس الأسبوع اللي فات كويس ال�أسبوع اللي فات لما اتكلمنا عن يوسيفوس قلنا ايه بقى الدكتور منقز اه شوفوا يقولنا الدكتور منقز اما تلك السطور القليلة التي تحدث عن قتل المسيح وسلب ده بتكلم عن يوسيفوس اليهودي فهي الحقات النصرانية من غير ما يكيب اي دليل كما جزم بذلك المحققون ما نعرفش من المحققون وقالوا بانها ترجع للقرن السادس وبعدين يقول لنا ايه بقى يا خجور شوف ولو صح ولو صح انما اصلي لو صح انها اصلية لو صح بقى ان لو قالوا يوسيفوس اصلي فان الخلاب بيننا وبين النصارى وغيرهم قائم في تحقيق شخصية المسلوب وليس في وقوح حادثة السلب يعني الدكتور المنكس بياه يعني بيدي لك كل الحلول اول حاجة يقول لك يوسيفوس ما قالش كلام ده والكلام اللي مكتوب على لسان يوسيفوس ده انا بطعن فيه وبقول انه جي متأخر بس كمان هيفل قدامك البابة لو اسبتله انه لا قاله يوسيفوس ده صح يقول لك بس كمان لو هو صح اللي قاله يوسيفوس فالخلاف بيننا ليس على حادثة السلب انما على شخص المسلوب كفيس لا الخلاف طيب ممكن ممكن بس بس بهالنقطة هايدي مداخلة سريعة شور فضل الرمان والمجتمع اليهودي كان في قضاء وكان في لجان تحقيق وكانوا خبراء في عمليات لا يمكن ان يغلطوا في شخص المسلوب كانوا ينفذوا حكم الاعدام ينفذوا على الاخير الجندي الذي يفشل في تنفيذ حكم الاعدام كان ينفذ به حكم الاعدام بالزبط فالجماعة ما كانوا أغبياء كان عندهم مشرعين كان عندهم قضاء كان عندهم سلطات سلطات تنفيذية قوية كيف يخلطوا بين بين شخصين شي غريب ما هو برضو قال لك شكرا لك شكرا لك ما هو برضو اختر علينا برضو وشوفنا الاسبوع الفاتي اختر علينا لما قال لك ملمان اللي دورنا عليه ده وما لقناهوش واللقناه كاتب حاجات مختلفة عن اللي قالها الدكتور قال لك حادثة الصلب تمت وفي بداية الظلام وعندما أتى الظلام راحوا جابوا واحد من المسجونين اللي كانوا محكوم عليهم أيضا بالموت في السجون الرومانية وبدلوه مع المسيح يعني أيهما يحتاج إلى إيمان أكتر أنك تصدق أن المسيح صلب ولا تصدق القصة فين ودنك يا جوحة والسرقة والضلمة مع أنه ده كله طبعا الكتاب المؤدس وضحه وقال لنا أدلة كثيرة جدا عن أنه الذي صلب هو المسيح الحادثة والشخص الاتنين مهمين جدا فهو زي ما قلت أنه تاستوس كتب كتابين الكتاب الأولاني الأول اسمه حوليات أو أناليس أناليس ودون 12 مجلد وفيه يتناول تاستوس تاريخ روما من موت نيرون وحتى موت دومتيان هو طبعا قال لنا وقد كتب المؤرخ الروماني أنهي كتاب من دول أنهي جزء ما يذكرش دكتور منقذ ناقل وليس باحث هو ناقل وليس باحث وغالبا في حد بيعمله الحاجات دي ويجيبها له وهو يجمعها من غير ما يراجع وراهم طيب الأخ سعيد ألو سلام المسيح سلام المسيح أخ سعيد كيفك كيف حالك دكتور الحمد لله كيف صحتك أنت الحمد لله اتفضل أنا عندي تعليق اتفضل أولا الدكتور منقذ السقار يعني تخيل لو أن الدكتور منقذ السقار والدكتور أشرف عزمي أمام في محكمة واحد الدكتور أشرف عزمي قدم كل الدلائل والبراهين والآيات التي تتنبأ عن المسيح يصلب والشهود لعيان أمام في المحكمة والدكتور منقذ السقار قدم آية وحدة يعني أنت خسران يا دكتور منقذ السقار يعني آية وحدة بدون حجة بدون دليل ما كافيكش هذا صح كما نقوله إحنا بالمغرب ما كافيكش لك الآية يعني أنت خسران إذا وقفت أنت والدكتور أشرف عزمي أمام محكمة أمام القاضي فأنت خسران منذ البداية الشيء الثاني الشيء الثاني إحنا اعتدنا على الشيوخ المسلمين أنا لما كنت مسلم كنت أشاهد الشيخ العريفي دائما يقول عالم أمريكي أكد أن هناك معجزة في القرآن لكن لما تقول من هو هذا اسم هذا العالم يقول لك نسيت اسمه دائما يقول لك نسيت اسمه يعني دائما ينسى الدكتور الشيخ العريفي دائما ينسى اسمه العلماء ما يذكر لنا الاسم وشكرا شكرا شكرا أخ سعيد ربي باركك ودي فعلا أيو حبيبي تفضل نعم أنا انتظرت الاتصال لك بي ساعة ما تصل ليش بي حاضر 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 بكل تأكيد يشرفني أخ سعيد شكرا أشكرك حبيبي شكرا شكرا أخويا شكرا الرب يباركك حبيبي ودي فعلا حقيقة أي محكمة اللي يهمها نحن نسميها الأدلة البرهين أنا النهاردة بقول المسيح أنا النهاردة بقول المسيح صلب وعند البراهين من جوة كتاب ومن برى كتاب وعدين يأتي الدكتور منكز لازم يقدم براهينه هو براهينه هو اللي بتؤكد له أن المسيح لم يصلب لكن ما عندهوش براهين يقف ما عندهوش براهين وعش كده قضية صلب المسيح قضية بالنسبة للمسلم هي قضية خسرانة لأنه سجلها شاهد لم يشاهد شيئا يعتبر أيضا تسيتوس في نظر المؤرخين اليوم من أعدم الشخصيات مصداقية وعش كده الدكتور منكز يعلم هذا جيدا عشان كده خلوا بالك وأول لما اتكلم عنه المؤرخ الوثني يعني خلوا بالك منه ده وحش كما تعتبر كتبه مصدرا معتمدا موثوقا فيه لمعرفة أحداث تلك الفترة الزمنية في تاريخ روما أي واحد عايز يرجع إلى فترة تاريخ روما من سنة 14 ميلادية لحد سنة مية أو حكم دومتيان في التسعينات لازم لازم يرجع إلى كتب تستوس في المجلد الأول يا دكتور مونكز وأنا بكتبه لك هو في المجلد الأول اللي هو الحوليات يصف لنا تستوس في الفصول من 38 إلى 45 يعني ممكن ترجع لها وممكن تتأكد من كلامي إذا كان صح ولا غلط كلم لنا اتكلم في الجزء دوان يا دكتور منكز عن حادثة حرق روما سنة 64 أثناء حكم نيرون وكيف ألقى الإمبراطور نيرون بالتهمة على المسيحيين ليكونوا كبش في داء كويس يقول بقى تستوس إيه وأنا أحط لك المرجع هو دكتور مونكز علشان تحته يبقى بين كرنليوس تستوس أنالز ألصق هذه الجريمة بطبقة مكروهة تعرب باسم المسيحيين وعندين دكتور مونكز بقى بكل شطارة قال لك المسيحيين المفروض تكتب كريستيون باللاتين يعني بس في حرف فيها هي مكتوبة بالإ وليست بالآي فبالتالي المسيحيين استغلوا هذا التشابه وحولوا هذا النص لكي ما يقولوا أنه يتحدث عن المسيح طبعا النص كله يا دكتور مونكز القرينة فين القرينة بتاعته القرينة هنا بتتكلم عن هذا المسيح مسيحهم الشخصية الذي حكم عليه بالموت وبيكلمنا على عهد بيلاتوس البونتي وأحد ولاتنا بيلاتوس البونتي يعني ما فيش غير المسيح مش مجموعة تانية دول هما المسيحيين إلى أخ طيب يقول من تهم من تهمة حرق روما ألصق هذه الجريمة بطبقة مكروهة تعرب باسم المسيحيين ونكل بهم أشد تنكيل والمسيح المسيح يا دكتور مونكز اللي هو هؤلاء المسيحيين ينتمون لهم والمسيح الذي اشتق منه المسيحيون اسمهم يبقى دول مش مجموعة تانية دكتور مونكز دول مجموعة منتمية للمسيح مين هو المسيح كان شخصا حكم عليه بالموت executed وكلمة executed تطلق على حكم الموت in general وحكم الموت على المجرمين حسب الرومان كان بالصلب في عهد مين يا دكتور مونكز تم هذا في عهد التيباريوس طب على يد مين يا دكتور مونكز على يد احد ولاتنا المدعو بيلاتوس البنطي وبيلاتوس البنطي حكم من سنة 27 الى 37 ميلادية يا دكتور مونكز وهو ايضا الذي اصدر حكم الموت بالصلب على المسيح هو الذي اطاع اليهود واسلم المسيح لكي ما يصلب على يد بيلاتوس البنطي هتجدها في انجيل مات هتجدها في انجيل مرقص هتجدها في انجيل لوأ هتجدها في انجيل يوحنة وقد راجت خرافة من اشد الخرافات تكلم عن المسيحية من وجهة نظره هو انها هرافة لانها ليست لا تتماشى مع العبادات الوثنية الرومانية في ذلك وان كانت قد شكمت لفترة قصيرة اه حصل نوع من الاتحاد حاول كثيرون من الرومان ان يحدوا من انتشار المسيحية بايز ولكنها عادت فشاعت ليس فقط في اليهودية المصدر الاول لكل شر واخلي بالكو ده هو الفكر الروماني يا ما تداش تطعن في المصدقية هذا الرجل وبتكلم بهذا الفكر بل انتشرت ايضا في روما التي اصبحت بؤرة لكل الاشياء الخبيثة والمخزية التي ترد اليها من جميع اقطار العالم يبقى هنا بيكلم عن مين بيكلم عن جماعة المسيحيين الذين اشتق اسمهم من المسيح الذي ايضا حكم عليه بالموت في عهد باريوس وعلى يد احد ولاتنا بيلاتوس البونتي مفيش غيره يا دكتور منكز وعش كده انت في ورطة وكل الاخوة المسلمين والنص الكرآني في ورطة لانه ده مؤرخ وثني زي ما انت بتقول بيكره المسيحية زي ما بيكره اليهود وبعدين ايبا انا هاجي الى تحليل الجزء دوا لكن الغريبة العايز حضراتكم تشوفوها ماذا قال الدكتور منكز عن هذا المؤرخ خليني ارجع شوية كده كاتب انا يعني صورت جزء من كتابه وقدام حضراتكم يقولينا ومما يدل على ضعف مصادره اشوف دكتور منكز حكم على انه مصادره ضعيفة هو قال عنها انها اشعاة انما دائرة المعارف البريطانية قالت انه رجع الى السجلات الرسمية ده راجل عارف مين هو الاحد الولاة اللي كان مسؤول في ذلك الوقت ومين هو الحاكم الروماني اللي كان مسؤول عن اليهودية في ذلك الوقت ومما يدل على ضعف مصادره ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية من انه ذكر امورا مضحقة فقد جعل حادثة الصلب حادثة اممية مع انها لا تعد ان تكون شأنا محليا خاصا باليهودية ولا علاقة لرومة بذلك فين يا دكتور منكز في دائرة المعارف البريطانية تحت تحت اني سيكشن انا تعبت بجد وانا بدور انا قريت الفقرة اللي مكتوبة كلها عن تست اسمه الاتاش اللي انت بتقوله ده وقريت اللي تكتب عن المسيح وعن موت المسيح وعن صال بالمسيح وهكون شاكر ليك انما هنا يقول ومما يدل على ضعف مصادره وما ذكرته دائرة المعارف البريطانية ده خلوا بالكم كمان ومن الجهل الفاضح عند هذا المؤرخ انه كان يتحدث عن اليهود ومقصد النصارى فذكر ان كلوديوس طردهم من روميا لانهم كانوا يحدثون شغبا وقلائل يحردهم عليها السامي او الحسن ويريد بذلك المسيحين ايا دكتور منقز حصل فعلا خلاف ما بين اليهود وما بين المسيحيين لانه اليهود كانوا بيحاولوا انهم يرفضوا الايمان بالمسيح وبوليس والمسيحيين كانوا بيروحوا اليهود الاوائل كان يروحوا المجامع اليهودية ويوعزوا فيها بالمسيح حضرتك مش عارف التاريخ انما كل اللي هو بيقول عايز يقول هو بيطعن في مصدقية هذا الرجل دون ان يقدم دليلا واحدا محترما لي وليك نرجع له وكأنه يعني هو شايف انه احنا في ورطة كبيرة فحنا لازم نشوه الراجل دون نيجي بقى للشهادة بتاعت دستوس دي انا اقول فيها كام نقطة مهمة جدا لانه انا اعتقد انها من اهم الشهادات اللي بتطعن في مصدقية الكرآن ما هي الحقائق المهمة اللي قالها تستوس عن يسوع المسيح قال يعود اسم المسيحيين الى مؤسس هذه الجماعة من هو مؤسس هذه الجماعة مؤسس هذه الجماعة هو شخص تاريخي اسمه كريستوس اسمه المسيح مؤسس جماعة المسيحيين هو شخص اسمه كريستوس المسيح هذا المسيح كريستوس حكم عليه بالموت زي ما قلت executed و executed في الفكر الروماني هو صلب مش قطع الرقبة هذا الحكم بالموت تم عندما كان تبرياس امبراطور لروما يعني ما تقدرش تهرب من التاريخ ما تقدرش تهرب من التوثيق التاريخي لهذا الحدث حكم الموت على المسيح تم على يد بيلاتوس البونتي حاكم اليهودية وده مسكور في الاناجيل بكل وضوح ومسكور ايضا في الوثائق الرومانية نقدر نعرف مين هو بيلاتوس نقدر نعرف عن حكمه في اليهودية نقدر نعرف عن موقف اليهود منه نقدر نعرف كثير من الحقائق التاريخية عنه هو مين اللي حكم عليه بيلاتوس بالموت أليس هو المسيح معرفة معرفة تاستوس لهذه التفاصيل التاريخية يؤكد لنا أنه كان هناك سجل روماني وده لقلته دائرة المعارف البريطانية أنه رجع إلى السجلات الرومانية معرفته بهذه التفاصيل يا دكتور مركز بتؤكد أنه كان هناك سجل روماني يحتوي على هذه الحقائق وقد اطلع عليه تاستوس بصفة عضو في السنة البرلمان البرلمان الرومان في في السياسة حتى العيش في أمريكا يعرف أنه there is something they call classified or non classified الحاجات الclassified ما يدوروش يطلعوها العامة يعني تقرير مثلا المخابرات اللي بيروح للرئيس أو يروح للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس دا بيسموه classified ما يطلعش للعامة دا في حاجات خطيرة وسجلات وبأسماء وأماكن حاجات خاصة بالأمن القومي دي ما تطلعش للعامة وفي حاجات non classified تطلع للعامة كبير؟ فيه في سجلات روما كان هناك سجلات خاصة لأعضاء مجلس الشيوخ السينت في الروماني أنه يطلع عليها ويطلع على ما حدث في اليهودية أيام حكم بلاتوس البنطي والشغف الذي حدث ويردت فعل اليهود كل هذه سجلات موجودة لأن عضو في المجلس يستطيع أن يطلع على هذه السجلات بسهولة وإنت حضرتك تيجي بعد ألفين سنة وتقول لي أنه كان يردد إشاعات من هنا ومن هناك على أي أساس بنيت هذا الإدعاء أنت بس هذا الإدعاء لكي ما تهدم مصدقية هذا المؤرخ لأنه عارف إن شهادته بتهدم الكرآن وأنت لا تريد هذا دي شهادة تستس يا دكتور منقص ومش أتكلم عن الشهادات الأخرى مش أتكلم عن سيوتونيوس تكلمت عنه في حلقات أخرى ومش أتكلم أيضا عن لوسيان الذي وصف المسيح باستهزاء أنه المسيح الحكيم المسلوب دول الناس ما كانتش مؤمنة بالمسيح دي ناس كانت بتكره المسيحية دي ناس تعاونت مع القيصر في اتحاد المؤمنين دول كانوا مسيحيين ولا كانوا مسلمين زي ما أنت قلت يا دكتور منقص دول كانوا وثنيين بس لما كان بيجي يكتب التاريخ كان بيرجع للوثائق المعتمدة اللي يقدر أنه يستقي منها الحقائق التاريخية على خلاف الكرآن الذي لم يرجع إلى وثيقة واحدة تاريخية والذي لم يرجع إلى التاريخ كله لمدة ستة قرون والذي أتى بشهادة تنافي كل التاريخ الذي قبله أيهما يا دكتور منقص أخذ ما أخذ الجد إذا تحط شهادة تاستوس أمام شهادة القرآن أيهما أقبل تاستوس قال لي اسم الحاكم المبراطور واسم الحاكم الروماني وقال لي اسم الشخص يسوع الذي سمي المسيحيين على اسمه قال لي حقائق تاريخية القرآن لم يسكن لي أي حقائق تاريخية وعشان كده أمام شهادة تاستوس تسكن شهادة القرآن هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية